المطبوع الورقية المطبوع الالكتروني عندما اشترطت المشرع او اشترطت التعليمات الخاصة بالمواقع الالكترونية وجود رئيس تحرير هي استندت لمادة قانونية واردت في القانون اصلاً كنا مسجلين في السابق اصلاً احنا بدون ما يكون اي قانون مسجلين في دارة مراقبة الصراع وتجارة كشركة فاحنا بالعكس احنا نظمين انفسنا بانفسنا في ناس بالمهنة يعني بعملوا في مجال العمل الالكتروني مالكم بعلاقة بالصحافة يعني فجأة انفتحوا موضع الالكتروني بكذا اللي بحق لهم انهم هذا فضاء مفتوح لا يكون هناك ظروف المادي ما تسمحش انه مثلاً يجيب رئيس تحرير وهو ليس عوض بنقاط الصحفيين لذلك هو يعني في مواقع ما قالها الى الاغناء موسيقى 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 كل المواقع الالكترونية اجمعت على انها لازم تنظم لكن في اطار حقيقة للتنظيم مش في اطار مفروض من الدولة دون ادنى حوار على القانون دون ادنى صلاحيات للمواقع الالكترونية حتى تجي تقالية مستقلة للتنظيم ذات عبر حوارات مع الحكومة وهذه يعني مشكلة كبيرة هلأ بعد انتهاء المهلة راح يتم حجب المواقع الغير مرخصة وغير مسجلة بقرار من مدير دائرة المطبعات والنشر اللي راح مددوا المهلة لثلاث كانون ثاني وبالتالي راح بعدها تبلش مرحل جديد من الاجراءات بحق للمواقع اللي ما التزمت بقرار التجيل او التركيص اللي هتعترض امام المحاكم على قرار دائرة المطبعات والنشر في حال يعني اغلاق المواقع طبعا عندنا اعداد كبيرة من المواقع الالكترونية التي لم تسجل ولم ترخص يعني لم تسجل ابتداء مما حدا بدائرة المطبعات والنشر عندما اقر القانون واكتسب الدرجة القطعية باقترانه بالارادة الملكية ان يخاطب المواقع الالكترونية بكتب رسمية اما بالنسبة للمواقع الاخرى التي ليس لها عنوين لدينا فاشترط المشرع ونص القانون على ان يتم من النشر في صحيفتين يوميتين لتذكيرهم بموضوع حتمية الحصول على ترخيص من دائرة المطبعات والنشر احنا في عام النتل الان ما وصلنا شيء خطي او مباشر من دائرة المطبعات والنشر واكتفت باعلان في الصحف اعتقد كان اولى فيها ان المواقع الالكتروني اللي اصبحت في اطار مؤسسة قائمة ومعروفة المكان والهوية ان تخاطبها بصيغة افضل انا والله ما اطلعت على اي كتاب رسمي وصلنا من الاخوان في مطبعات والنشر بس انا قرأت تصريح على الاستاذ فايز شوابكي رئيس المطبعات دير عام المطبعات والنشر اللي بتحدث عن انه هو اعلى نقطة الصحف اليومية انا والله ما رح ترخص لحد الان ولا شوفت شو القصة بس حسب ما تحدث انه عدد من الزمناء اللي رقصوا شروط صعبة لا 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 ما تأخذ اذا استكملت الاوراق خلال خمس دقائق يحصل الموقع الالكتروني على الترخيص ومجانا من الرسوم على مدير المطبعات وانه حج بالخدمة عن المواقع الالكترونية الغير مرخصة بعد نفاذ المدة القانونية كان معد في مجال القانون اصبح مقر ومكتسب درجة القطعية في مراحل الدستورية اكتملت كامل